اشتركوا في القناة وصدق تعلقه بالامر اذا قام بلا تردد فانه يصل فيه الى مقصده والى مطلوبه ومن هنا يعبر بعض الصالحين ويقول الهمة اسم الله الاعظم يقصد ان تنفعل بها الاشياء وتحصل بها الاستجابة ومن هنا المثل المشهور بين العرب الهمم الرجال تهد الجبال اذا اردت اكتساب الهمة بالتأمل الامر الذي تحاوله او تريده او تطلبه او تجعله مقصدا لك وامنية ان تتمنها خذ من الاسباب ما تستطيعه واقبل عليه بقوة الوجهة يقول الله فخذها بقوة وامر قومك ياخذ باحسنها يا يحيي اخذ الكتابة بقوة واتيناه الحكمة صبية اجتماع القوة الظاهرة والباطنة على تحقيق الهدف هو الهمة واكتسابها بواسطة معرفة عظمة المقصود وباستحضاري ايضا انه باجتماع القوة يحصل للانسان ما طلبه ومعنى وعنى